وتحت شعار رهانات وافاق العمل النقابي في ظل التحولات في القطاع البنكي نظمت الجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل جامعتها الخريفية في الدار البيضاء فضنا تابوت ومصطفى ودى في ضرفية يشهد فيها القطاع البنكي تغيرات عميقة ارتباطا بالتورة التكنولوجيا ومستجدات الحق البنكي من شأنها خلق تغيير شامل لمنظومة المهنيين داخل القطاع تنعقد الجامعة الخريفية للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمناقشة تجليات هذه التغيرات واعتماد آليات لمواجهة هذا التحدي طبعا هذه الآليات عندنا اتفاقية جامعية كيفاش نطورها كذلك كيفاش يمكن لنا نواكبه بالتكوين وغيره من الآليات حتى نضمن حقوق ومكتسبات الشغلة بهذا القطاع وتعرف الجامعة الخريفية مشاركة عدة خبراء مغرب وأجانب لتبادل الآراء والتجارب والاستفادة مما يناسب هناك تأثير على هذه المهن والكفاءات العاملة في القطاع وقد حان الوقت لمواكبة هذه التحولات ومؤهلة المستخدمين لمسايرة العمل بالقطاع البنكي وتتواصل الجامعة على مدى يومين لبلورة توصيات لتأمين المسارات المهنية ورفع التحديات المرتبطة بمستقبل العمل بالقطاع البنكي